اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ان الحرية الدينية جزء لا يتجزأ من تاريخ مملكة البحرين وهويتها ويكفلها دستورها وتعززها المبادرات الرائدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ومن بينها اعلان مملكة البحرين الذي يعقس تجربة المملكة في تعزيز الحرية الدينية اضافة الى انشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وتجشين كرسي الملك حمد للحوار بين الاديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا في مدينة روما جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير الخارجية في مؤتمر تعزيز الحرية الدينية الذي انعقد في مدينة واشنطن بتنظيم من وزارة خارجية الولايات المتحدة الامريكية وبحضور عدد من ممثلي الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف انحاء العالم مناقشة التحديات التي تواجه حرية ممارسة الاديان هي الهدف الذي اجتمع من اجله اكثر من مائة مسؤول دولي رفيع المستوى هنا في مقر وزارة الخارجية الامريكية في واشنطن للمشاركة في المؤتمر الوزاري لتعزيز الحرية الدينية وفي كلمته امام الحضرين انتقد نائب الرئيس الامريكي مايك بينس الانظمة التي تفرض قيودا على الحرية الدينية واعلن عقوبات جديدة على جماعات مسلحة الراقية تدعمها ايران بسبب انتهاكات لحقوق الانسان سأكون واضحا معكم الولايات المتحدة لن تقف ساكتة بينما تنشر الميليشيات العسكرية المدعومة من ايران لارهاب هذا وقد حرصت مملكة البحرين على لسان وزير الخارجية الشيخ خالب بن احمد الخليفة على تأكيدها تعزيز الحرية الدينية دون فرط قيد على احد بسبب معتقداته يمكنكم رؤية المساجد والكنائس والمعابد متجاورة في شوارع البحرين لدينا اكثر من 19 كنيسة لخدمة طوائف الكاثوليك والاقباط والانجليين واعمال بناء جارية لانشاء كاترائية كبيرة تخدم الجارية الكاثوليكية بدلا من الكنيسة القديمة التي انشأت عام 1939 كما يوجد العديد من المعابد الهندوسية اضافة الى اتباع البهائية وزارة دشتية الذين يمارسون شعائرهم بحرية كما اعلن وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو انشاء التحالف الدولي للدفاع عن حرية المعتقدات ليكون اول مؤسسة دولية من نوعها للدفاع عن حرية المعتقد الدينية التحديات التي تواجهها حرية ممارسة الاديان وسبول التغلب عليها من ابرز الاسباب التي دفعت مسؤولين رفيع المستوى من دول العالم للمشاركة في المؤتمر الوزاري لتعزيز حرية ممارسة الاديان في واشنطن حيث اكدت مملكة البحرين عبر مشاركتها على اهمية ضمان حرية ممارسة الاديان دون تميز او طهاد تلفزيون البحرين اسلام برج واشنطن ترجمة نانسي قنقر